بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أنا من التلفزيون المصري القناة الأولى حلقة النهاردة حلقة أسئلة هنبدأ على طول بالسؤال الأول السؤال من كوكو يحيا بتقول أو بيقول بقى معرفش كوكو بقى أم ولا أب ولا يمكن هو اسم الطفل بنتي عندها سنة المفروض تمشي إمتى عندها سنة المفروض تمشي إمتى هي بتحبي وبتقف وطلعت اتنين سنة فوق واثنين سنة تحت طيب مبدئياً بداية تعلم مهارة المشي بتكون بين عمر سنة إلى عمر سنة ونص خدتوا بالك أنا قلت إيه؟ بداية التعلم لأن فيه فرق ما بين بداية تعلم المهارة وبين إتقنها فاهمين قصدي طبعاً لما بنتعلم السواقة غير لما بنطقن السواقة لما بنتعلم لغة غير لما نطقن اللغة فاهمين؟ لما حضرتك كده وانتي بتتعلمي للطهي غير بعد كده لما بقيت خبيرة وهكذا الطفل كده برضا في مهارة المشي أو في كل المهارات بداية المهارة حاجة وإتقانوا للمهارة حاجة تاني عشان كده أنا بقول لكم عمر بداية المهارة عند الطفل بخصوص المشي ما بين سنة وسنة ونص يعني من سنة إلى سنة ونص ما بقاش متأخر في عوامل بقى بتتعلق ببداية مهارة المشي عند الطفل يعني فاهمين قصدي؟ يعني إيه بقى؟ طب إيه بقى؟ طفل يمشي عند سنة أو يخلي طفل يعني يبدأ المهارة عند سنة أو إنه يمشي عند سنة ونص مثلا أول هذه العوامل هو التسنين مش أنتوا تسمعوا أهالينا الكبار دايما كانوا يقولوا الطفل لما يسنن هيمشي متأخر فاهمين قصدي؟ على فكرة الجملة اللي بتتقال كده هي ملحوظات على فكرة يعني أهالينا كان عندهم قدرة هائلة الحقيقة على الملاحظات الملاحظات وما يعرفوش إن وراء الملاحظة اللي هم بيقولوها دي نتيجة إن هم مركزين قوي بيبقى بعد كده بقى في حقائق علمية وراء الملاحظة دي فاهمين قصدي؟ يعني هو كلامهم الحقيقة معظمه صح مش كله يعني بس هو معظمه صح فحكاية إن الطفل لما يسنن بدري يمشي متأخر دي آه يعني لما يسنن بدري شوية يمشي متأخر ليه؟ لأن مخزون الكالسيوم أو الكالسيوم الموجود عند الطفل الكالسيوم وفيتامين دا الموجودين جوة جسم الطفل مفترض إن هم يشتغلوا في اتجاهين بشكل متوازي إن الطفل يسنن وإن الطفل يمشي خلاص؟ وعادة التسنين بيزبق المشي ففي أطفال مش باختيارهم يعني في أطفال تلاقي التسنين عندهم مشي أسرع يعني يبتدت تظهر الأسنان فيبقى مخزون الكالسيوم دا استهلك لغاية ما يبقى فيه بقى مخزون تاني من أكل الطفل ومن الحاجات التانية خلاص؟ يبتدي إن هو وطبعا من الرضاعة وهكذا يبتدي إن هو يكون هذا المخزون علشان يبدأ مهارة المشي فهمته قصدي؟ في أطفال زي ما قلنا بتعمل الحاجتين مع بعض في أطفال تتأخر في التسنين فتمشي بدري دي برضو ملحوظة حلوة يعني ملحوظة صح الطفل ما يتأخر في التسنين تلاقيه بيكون دا مؤشر إنه هيمشي بدري دي نقطة مهمة يبقى دي أول العوامل اللي بتتعلق بإنه الطفل يبدأ مهارة المشي قمت خلاص؟ تاني العوامل الشيل المستمر الحمل يعني لما نحمل الطفل أو نشيله خلينا نقولها باللغة الدارجة أفضل يعني الشيل المستمر دا ما يخليش الطفل يمشي في الموعد يعني يبدأ المهارة بدري يبدأ عن سن سنة مسألة لإن الطفل أحيانا بيستسهل رغم إنه هو عايز يبدأ المهارة وعايز يتعلم وكل دا لكنه يعني لما بيلاقي راحة يعني اللي هو إيه حد يلاقي راحة ويقول لأ يعني في أطفال كده النقطة اللي بعد كده هي المكان دي نقطة مهمة قوي المكان اللي موجود فيه الطفل لإنه في بيوت كتيرة قوي قوي يعني شوق كتيرة قوي الحقيقة بيكدسوا القطع الأثاث أو العفش يعني بيبقى في كل حتة وأساس حجمه كبير وعجاز فالطفل ما بقاش عنده مساحات أصلا للحركة خلاص يعني ممكن ما بقاش عارف ياخد كده يمين شوية ويكسر شمال شوية عشان يعرف يطلع من الكنبة ولا عشان يطعم الكرسي ولا يجيب وراء شوية عشان يتفادل الترابيزة بتاعة الصفرة الكبيرة أو النيش أو الحاجات دي كلها يعني لازم برضو إحنا نراعي هتقولولي طب يعني هنعمل إيه؟ لأ تعمله لازم تعمله لازم فعلا تخلوا تغيروا من جغرافية المكان لما يبقى عندكوا طفل صغير بيتعلم ماشي أمان هيتعلم ماشي فين هناخدوا برا هناخدوا شقة حد تاني هنتعلم ماشي فلازم يلاقي مساحة عشان يمشي فيها دي نقطة مهمة غيروا وضع الكراسي وغيروا وضع الصفرة شوية ورجعوا حاجات الوراء واستغنوا عن حاجات أو يلغوها أو يودوها قوضة تانية المهم أن الطفل يلاقي المكان اللي أغلب الوقت الطفل بيكون موجود فيه لازم يلاقي فيه متسع من المساحة يعني أنه يبدأ المهارة دي من الحاجات برضو اللي بتفرق قوي مع الطفل أنه يبدأ مهارة الماشي عنده عمر سنة يعني في الأول خالص مش احنا قلنا هي ممكن تبقى سنة أو سنة ونص وما بينهما يعني هي مش سنة يا سنة ونص يعني ممكن سنة وشهر سنة وشهرين سنة وثلاثة بس الناس بتفرح وبتحب لما يلاقي يعني لما تلاقي ابنك أو بنتك يبتدى هيتعلم الماشي أهو تبقى حاجة مبهجة يعني بس أنا بقول لكم بقى فيه عوامل بتأثر في الموضوع ده زي ما قلنا التسنين والمكان وهكذا الخبرات والتجارب السابقة برضو بتفرق مع الطفل أول يعني أن الطفل التجارب السابقة يعني مش أنه مشي في زمن آخر لا أنه مثلا جرب يمشي فمثلا بعد الشر بعد الشر مثلا اتخابط أو وقع وقع اتواجع فيها شوي أو أنه مشي ولقى نفسه يعني جرب كده ولقى نفسه حلو يعني أنه هو عرف يسند على الكرسي ده وعلى الكرسي ده فالآه دي تجربة دي قررها تاني بسهولة ما خافش منها التجربة والخبرات السابقة بتفرق قوي في الحكاية دي خلاص كمان مستوى الكالسيوم في الدم بيفرق جدا وفيه فرق ما بين يعني المستوى الكالسيوم ومستوى فيتامين دالي يعني الاتنين مهمين السؤال اللي بعد كده من شيماء تركي بتقول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور ابني تسع شهور لسه ما دخلتش سكر ولا ملح امتى يأكل الأكل الطبيعي بتاعنا طيب هو يبتدي الطفل يتنوع جدا في الأطعمة بعد نهاية السنة الأولى ولكن مش بقى مش خلاص لا لا أنا عجباني بس الحتة دي قبله لا لازم تتاخد لازم فيه بقية للإجابة يبقى الطفل بننوع له جدا في الأكل خلاص بعد نهاية السنة الأولى ولكن لسه طبيعة أكل الطفل زي ما هي الطاهي في أبسط صورة ممكنة طبيعة الأكل إنه بيطهى أو بيعد في أبسط صورة ممكنة لكن ممكن بقى بعد بداية يعني مع بداية السنة الثانية ونهاية السنة الأولى ممكن نبدأ بقى تطبيق نظام ما يعرف بالوجبات التلاتة يعني الطفل عنده وجبة فطار وغدا وعشا ولكن بين الرضعات الأكل في المرحلة دي يا جماعة ليس له أي علاقة بالوزن يعني إيه؟ يعني ما ينفعش نقول إيه؟ أصلا أبني قليل في الوزن كده لما أكله بقى وزنه هيزبط لا غلط الرضاعة لا تزال هي الأساس هو عنده شهور لسه خلاص ولحتى لما بنقول عنده عمر سنة الرضاعة لا تزال هي الأساس علشان كده فيه غلطة كبيرة جدا 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 عايز أحذركم منها ممنوع تجويع الطفل تجويع الطفل يعني فيه أم تقول إيه؟ خلاص بقى إيه؟ هتنش الرضاعة دي عشان يجوع فلما يجوع يأكل أكتر لا لما يجوع هيأريف ومش هيأكل خالص أنا بنبه حضرتك للنقطة دي إحنا قلنا الرضاعة زي ما هي لكن ما فيش أي مانع وهتلاقوا الطفل متجاوب معاك وحابب الحكاية بس أنتم ما تندفعوش لا في الكميات ولا في الحاجات دي كلها ولا تطنشوا رضاعة لا لسه بدري لسه عنده سنة لسه بيرضع ممنوع كمان أنت سألتي على الملح والسكر بس أنا بقولك ممنوع التوابل الحادة فيه توابل حادة يعني لها شخصية حادة كده زي الكاري والجنزبيل والشطة والقرفة أي حاجة من التوابل الحادة دي ممنوعة الفلفل كمان الفلفل الأسود أو الفلفل الأبي الفلفل بيكون أقل بكتير من الملح اللي هو أصلا قليل هو أصلا قليل اوعي تقيسي درجة الملح في أكل طفلك بناء على طعمه في بقك انت لا دي غلط كبير قوي ده غلط كبير قوي يعني وانت بتعملي الأكل كده ما تحطيش ملح وتقولي لا ده لسه دلع لا هو حلو هو ده بالنسبة للطفل مظبوط لما يبقى بالنسبة لك انت عايز ملح لا ده بالنسبة له حلو مش انت حطيتي زي ما يقولوا ندعي ملح كده أو رشة ملح صغيرة لكن ما تقوليش إيه لا أحطي تاني آه كده زبط هو زبط في بقك انت عشان انت عند حضرتك انت كشخص ناضج احنا ككبار عندنا حاجة اسمها تست بادز هي اللي بتمسؤول عن التعرف على الأطعمة أو الطعوم المختلفة طعم المختلف للأكل في فمنا فاهمين قصدي الطفل لسه لسه بدري عليه في الحكاية دي خلاص وممنوع ان احنا نديله ملح كتير لان ملح اصلا غلط ده هو اصلا ملح في الطبيعي لازم يكون قليل خالص حتى عند الكبار يعني فدي نقطة مهمة يبقى انت ما تقسيش جودة طعم الأكل في بقك انت ولا تدي البابا يدوق خد دوق كده مظبوط يقولك لا ده عايز ملح شوية يكون الاب بقى بيحب الحاجة ملحة بيحب الحاجة مشتشطة معلش يبعدوا بقى خالص انتوا كده خلوا الطفلة أو الطفلة يكلوا فحلهم عشان يكلوا صح عشان يطلع عندنا كده ناس بتاكل صحة وصحتها ان شاء الله احسن وكلنا ان شاء الله نبقى احسن أنا بس قبل ما سيب السؤال الحقيقة مستوقفني جملة اتقالت بتقول يعني في السؤال بتقول ايه امتى يأكل من الاكل الطبيعي بتاعنا وانا الحقيقة والله انا يعني مش بتندر ولا حاجة انا بسأل فعلا بس هو انا يعني كنت اتمنى ان يكون السؤال ده لايف يعني ان اللي بتسألني كنت انا هسألها اقولها وايه مفهوم بقى حضرتك او يا ترى ايه مفهومنا احنا عن الاكل الطبيعي انتوا فاهمين السؤال يعني اكتفي بالسؤال ولا ايه بتالي اكتفي بالسؤال يا ترى احنا مفهمنا ايه عن الاكل الطبيعي الاكل الحلو ما هو الاكل الطبيعي حلو وكل حاجة بس ما هو الاكل احيانا درجة الحلاوة دي بتقص عندنا احنا ككبار بعوامل مريبة جدا وخطيرة جدا جدا على الصحة بتتقاس حلاوة الاكل بانه يبقى مشطشط يتقاس حلاوة الاكل انه هو يبقى دسم يتقاس حلاوة الاكل انه هو يبقى مسبك صح ولا غلط فيعني أنت بتقولي إمتى يأكل من الأكل الطبيعي بتاعنا أنا جاوبتك وأتمنى بقى تعليقاً بقى قبل ما أسيب السؤال أن يكون مفهوم حضرتك زي المفهوم العلمي الجميل أن الأكل الطبيعي ده هو الأكل الصحي الأكل اللي مش مضر وعمر ما الأكل الصحي كان طعم وحش خالص شيلوا الموضوع ده من دماغك والأكل الصحي طعمه جميل هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل خليكم معكم أهلاً وسهلاً بحضراتكم في القسم الثاني من حلقتنا النهاردة وهي حلقة أسئلة السؤال العليد دور دلوقتي هو سؤال من بسان تعماد بسان تعماد بتقول مساء الخير يا دكتور أنا ابني عنده سنة ونص وعنده إمساك على طول منه هو سنه أربع شهور وبيرضع طبيعي وبيعمل حمام بالعياط الشديد وممكن يعمل حمام بالملين بعد خمس أيام أعمل إيه لا هو تتعملي إيه دي هتسمعي دلوقتي بس هو مبدائياً عمر الطفل سنة ونص سنة ونص ويعاني من الإمساك من عمر أربع شهور يعني فترة الإمساك بقالها سنة وشهرين يعني أنا مقدر جداً إن حضرتك بتبعتلنا والله العظيم بس هو ابنك في حالة مرضية ما يدمش طبيعي حالة مرضية بقالها سنة وشهرين يعني طب إيه هو يعني يعني يا ريت تذكري أو كنت يتقول لنا إيه التاريخ العلاجي للطفل ما هو لا يمكن يكون طوال هذه الفترة لم يعرض الطفل على طبيب ودي تبقى مشكلة كبيرة جداً طب وإيه السبب أو الأسباب يعني إيه يعني الطبيب بقى لما روحتوله قال لكم إيه السبب الإمساك ده اللي مستمر ده أنت متخيلة أو إيه أسبابه خلاص وأنا برضو عايز أعلق على الجملة اللي تقالي بيعمل حمام بالعياط يعني هو وبعد خمس أيام بالملين ده أمر غير مقبول يا فندم خالص ده أمر خطير وغير مقبول يعني السؤال ده ملغم يعني المعلومات فيه خطيرة ومقلقة جداً جداً خلاص هقول لحضرتك بقى نظراً لنقص المعلومات في السؤال ونظراً لأهمية الموضوع فأنا هرد باستفادة على هذا السؤال يعني لعل وعسى أن الناس حضرتك أول حد يستفيد والناس كلهم اللي عندهم حالات مو شبهة يستفيدوا أين كان بقى نوع درجة الشبه يعني أنه هو بس يعني إن شاء الله كل الأطفال يبقوا زي الفرق الإمساك بيحصل مبدئياً بسبب انقباض في العضلات الموجودة في آخر جزء من الأمعاء الغليظة وهي منطقة الشرج الإنقباض ده بيمنع البراز من المرور بصورة عادية طيب خلاص حصل الإنقباض كل ما الوقت يعدي يعني كل ما الإمساك ده يستمر يوم واثنين وتقال البراز ده في مكانه بيفضل في مكانه بيحصل البراز ده جفاف أكتر فتزيد صعوبة مروره المشكلة مش في كده وبس المشكلة إن عملية التبرز هنا بتكون مؤلمة جداً يعني الطفل بقى لما يجي تبرز طفل أو كبير لما يجي تبرز بيبقى فيه ألم شديد جداً فيبتدي المخ يبعت رسالة المخ المخ ده يبعت رسالة للعضلات دي إنها تفضل منقبضة عشان تجنب الألم فتكون النتيجة زيادة المشكلة وتزيد احتمالات حدوث مضاعفات سيئة جداً للإمساك سيئة جداً زي إيه زي الشرخ الشرجي أو البواسير أو الاتنين طيب إيه أسباب الإمساك عشان يعني يمكن لما نعرف السبب نفهم يعني أو نتجنبه أو حاجة زي كده خلال مش أنا لسه بقولك حضرتك في السؤال لما روحت للدكتور قال لكم إيه السبب أو الأسباب ما هو الإمساك ده له أسباب أسباب متعددة يعني السبب الأول للإمساك هو التماسك الشديد في قوام البراز يعني إن البراز أصلاً يكون فيه تماسك شديد جداً وأشهر حاجة تعمل الحكاية دي يعني التماسك الشديد في قوام البراز اللي هو أسباب كتير أشهرها الألبان النصف دسم أو الخالية من الدسم أنا بتكلم على السن الأكبر مش بسن الرضاعة يعني تمام؟ يعني الأطفال مش المفروض يشربوا لبن خالي من الدسم ولا لبن نص دسم ده غلط لأن ده بيؤدي إلى تماسك شديد في قوام البراز ويعمل إمساك من أسباب برضو تماسك البراز بشكل جديد أو بشكل ملحوظ أوي نقص كمية المية أو السوائل اللي بيشربها الطفل من الأسباب برضو اللي تخلي يحصل تماسك شديد في البراز تخفيف الرضعات في حالات الرضاعة الصناعية يعني إيه تخفيف الرضعات؟ يعني أنت مثلاً بتحطي رضع معانا الكل اللي عندهم أولاد بيرضع أو أطفال يعمل رضع أو رضع صناعية عارفين اللي أنا بقوله ده بتحطي مكيال من اللبن وصاده 30 ملي من المية تمام؟ فأنتي تيجي مثلاً تحطي بقى نفس كمية المية بس تحطي مكيالات أقل ده يعمل إمساك أو يعمل إمساك عن طريق أنه بيخدي فيه تماسك شديد في قوام البراز من الحاجات برضو اللي تخلي فيه تماسك شديد في قوام البراز نقص الأليف الطبيعية من الحاجات برضو عدم كفاية لبن الرضاعة الطبيعية يعني لو أم بتردع رضاعة طبيعية وهي لبنها أوليل ومصرة إن ابنها يرضع تقولك هارضعوا كتير بس ما دخلوش لبن صناعي ليه يا ست Pandare ما هو عادي يعني لو فيه رضاعة لو أنت عدم كفاية الرضاعة دي ممكن تؤدي إليها حدوث تماسك شديد في قوام البراز ويؤدي هذا إلى الإمساك برضو ممكن يكون في بعض أنواع الألبان الصناعية بتعمل الحكاة دي خاصة المدعمة بالحديد يبقى أول سبب من أسباب الإمساك التماسك الشديد في قوام البراز وزي ما سمعته كده كلها كده الأسباب دي ممكن أن احنا نتجنبها صح كده؟ طيب إيه بقى باقي أسباب الإمساك؟ السبب الثاني أن يكون هناك كسل أو ارتخاء في عضلات الأمعاء والبط كسل أو ارتخاء في عضلات الأمعاء والبط العضلات دي اللي بتكون مسؤولة أنها تدفع البراز إلى أسفل المستقيم وخارج الشرك خلاص؟ هو في حالات مرضية تعمل كده؟ آه في حالات مرضية تخلي العضلات دي تبقى كسلانة خلاص؟ زي إيه؟ زي حالات نقص هرمونات الغضة الدرقية هرمونات الغضة الدرقية آه ده هو إيه اللي جاء؟ موت جسم كله متصل ببعضه نقص هرمونات الغضة الدرقية من أشهر الأسباب اللي تؤدي إلى كسل في العضلات المسؤولة عن ده المسؤولة عن دفع البراز إلى أسفل إلى خارج فتح الشرك السبب الثالث للإمساك وجود انسداد معوي لا قدر الله؟ السبب الرابع ضيق فتحة الشرك أو ضمرها ضيق فتحة الشرك أو ضمرها ودي بتخلي الأطفال وهم بيعملوا البراز يتألموا جدا ويعودوا عياته نرجع بقى للسؤال خلاص كده ده من الأسباب الشهيرة قوي إن فتحة الشرك تكون ديقة أو ضمرها ودي لها حل برضه حل طبي جراحي يعني خلاص السبب الخامس أن يكون هناك شرخ شرجي نتيجة إمساك شديد سابق يعني ممكن تكون الحالة اللي احنا شفناها دلوقتي في السؤال دي هي متصلة ببعض يعني الموضوع كان فيه إمساك الإمساك ده أدى إلى شرخ شرجي الشرخ شرجي ده زود الإمساك لأنه هو نفسه بيعمل إمساك فاهمين قصدي؟ يعني هي مسألة بقت زي الدوامة كده خلاص برضه مش بس ده اللي يخلي فيه شرخ شرجي ممكن الشرخ شرجي أو الكحة المزمنة أو لو كان الطفل ده بيعاني زي كتير من الكبار من حاجة اسمها متلازمة الإخراج المضطرب اللي هو الإسهال والإمساك الإسهال والإمساك وهو اسمها الريتاب والباول سندرو الأسباب السابقة دي زي ما انتم يعني تبعتوا كده من أول السبب التاني لا يمكن معرفتها غير بالفحص الطبي الدقيق مش الفحص الطبي كده وخلاص عشان الطبيب اللي هيقوم بالفحص هو اللي هيقدر يحدد إيه بقى الأسباب دي إيه من الأسباب دي عشان كده أنا بقول لكم أنا استغربت شوية إنه إنه الحالة دي أو الحالة المرضية دي بقى لها سنة واربعة تشهر بينه ولا سنة وشهرين سنة وشهرين أه إنه بتقول من سنة أربعة تشهر وهو عنده الحالة دي وهو دلوقتي سنة ونص فهي أمر يحتاج إلى الفحص الطبي الدقيق علشان نفهم الإمساك ده سببه إيه أو أسبابه إيه خلاص السبب السادس الله هو فيه سادس آه فيه سادس ده فيه سادس وفيه سابع كمان السبب السادس إن إحنا نضغط على الطفل نضغط على الطفل في إيه بقى نقول له خلي عندك إمساك لا إن إحنا نضغط على الطفل في موضوع مهارة التحكم الإرادي في التبول والتبرز قبل عمر سنتين فهمت وقصد فيه أمهات بتفتكر إن دي شطارة ويا ما الحقيقة أو ما أنا بسمع يعني أو سمعت فعلا عجب يعني والله العظيم يعني لدرجة إن أنا بقيت يعني حتى لو كان مش موجه لي يعني لو أنا موجود مثلا في مكان وأسمع الكلام ده بقيت أقول لهم إزاي يعني أنتوا بتقولوا حاجة ضد يعني تلاقي مثلا أم تقول لواحدة تانية تقول لها إيه أنا علمت ابني وهو عنده سبعة أشهر ما بقاش يلبس حفاظة من سبعة شهور سبعة شهور إزاي إنت فيه أمهاته؟ ولا حتى سنة ولا سنة ونص ولا سنة ايه؟ ده إحنا بنبدأ من سنتين وعملية التعليم دي بتاخد وقتها يعني بتاخد ستة أشهر برضو فيه ناس يقول لك أنا ابني اتعلم في أسبوع أسبوع إزاي إذا كانت هي ست مراحل ست مراحل كل مرحلة بتاخد مينمم حد أدنى أسبوعين والمتواصل بتاخد من أسبوعين لشهر إنتوا فاهمين قصدي يعني إنتوا فاهمين أنا بقول إيه يعني ست مراحل إزاي حضرتك علمت ابنك في أسبوعين ولا في خمسة أيام أسبوع والله كان مبطل الحفاظ لا هو حصله ريفليكس حصله إن هو بقى يمسك نفسه زي بالزبط ما تبقى حضرتك أو تبقى حضرتك مثلا في ركب قطر ومش عايز تدخل الحمام بتاع القطر فهبتدي أردر كده المخك تقول أنا مش هدخل الحمام فأنت بيجي هتقولولي الأطفال كده أهم الأطفال كده برضو لأن هنا بقى الضغط على الطفل إنتوا خدتوا بالكم قلت إيه الضغط إحنا ما بنقولش كده بالطبطبة والمحايل الأمهات اللي بيعملوا الخطأ ده التصرف الخطئ ده هم طبعا مش عارفين يعني مش عارفين ده خطأ فأنا بصححه لهم بس لما بيعملوا حكاة دي ما بيعملوهاش بسماحة كده وبهدوء لأ بيضغطوا على الطفل وبيخوفوهم وبيزعقلهم وبيعقبوهم وكل ده غلط كل ده غلط خلاص فيقوم الطفل لتجنب ما يحدث له ده سواء من زعيق ولا من عقابه وبتاعه يبتدي يمسك نفسه فيمسك نفسه ويحصل له إمساك فالإمساك ده يعمل الحكاية دي خلوا بالكم الحكاية دي خلاص السبب السابع فيه سابع السبب السابع انه بعد ده بس ده بعد عمره اربع سنين يعني ما لوش علاقة بقى بالسؤال بتاعنا هو ان الطفل يمسك نفسه فعلا يعني ان الطفل هو بإرادته يمسك نفسه الفترات طويلة هتقولولي الله هو ده ينفع طبعا ينفع اقولكم يعني حاجة شهيرة جدا الاطفال بقى في السن ده بقولكم من أربع سنين فما فوق خلاص يعني أربع سنين خمسة ستة سبعة تمانية عشرة ها لما بيجوا يلعبوا الألعاب الإلكترونية الجيمز الإلكترونية دي ولا الحاجات البلاي ستيشن دي ولا الحاجات الحاجات دي الإلكترونية ممكن يبقوا لازم يدخلوا حمامات ليهم مسكين نفسهم عشان الجيم ما يخلصش ولا عشان هما ما يخرجوش برا اللعبة ولا عشان مش عارف ايه فيه أطفال بتمسك نفسها برضو بشكل جامد قوي في النوادي مثلا وفي الحاجات دي كلها نتيجة نهما بيبقوا خايفين انهما يدخلوا الحمام في أماكن خارجية في النادي في المدرسة في فحضانة خلاص في مكان بياخدوا فيه درس ربنا عافينا يا رب جميعا دي نقطة مهمة ودي نقطة فرصة ان انا اقول للأمهات برضو او سوريا اقول لللي بيشتغلوا في المدارس لما طفل يقول انا عايز اروح الحمام يعني لازم تقولوله روح ما تقولوش لا استنى بعد ما انخلص بعد الحصة لا لانه هو ممكن تكرار هذا الأمر يؤدي الى الامساج بكل مشاكل الام في السؤال قالت ان هي بتستخدم ملينات يعني بيعمل الحمام بعد خمس ايام بالملينات فيه خطورة من الافراط في استخدام الملينات يعني فيه خطورة كبيرة او خطورة من الافراط في استخدام لبوس الجلسرين الخطورة دي ان الموضوع بيدي بيعمل تعود على فكرة الطفل لما بيبقى مولود وتلاقي فيه اطفال كتيرة بيجي لهم امساج كده في الشهور الاولى من عمره فتلاقى اطباء الاطباء الشاطرين يعني يقولك ايه احنا هناخد لبوس الجلسرين ده بس ايه هنستخدمه كل فين وفين كده لما تلاقي الموضوع بقى قفل خالص ومتاع مش عايزين الطفل يتدايق بس حاول انت يتساعدين خدي رجلين حيتبطنه كده قبل اللبوس وقبل كل حاجة ليه لانه لو استخدمنا اللبوس الجلسرين او استخدمنا الملين احنا بنطلع الجسم من المعدلة يعني ايه بنطلع الجسم معادلة يعني بنقول للجسم استنى عملية الاخراج دي عملية طبيعية ميكانيزم طبيعي بيحصل طبيعي يعني بيحصل هو فعل ارادي ولكنه يحصل طبيعي خلاص تمام كده فلما نقول للطفل لما نعمل الحكاية دي ونستخدم ملينات ونستخدم لوز الجسرين فاحنا بنقول الجسم الطفل بس خليك عندك بقى أنا هدي لك دواء يعمل هو الشغلانة فالجسم يقول لك خلاص أنا ما يشدعه أنا مش هعمل الحكاية دي فاهمين عارفين الحكاية دي أشهر مثلا لها إيه في الكبر لما الناس يقول لك إيه أنا بعد أي أكل لازم أخد قرص بتاع القولون يا عمي ما هو الحكاية فيه جهاز هضمي بيشتغل أنت من كتر ما تعودت على هذا الموضوع فخركت جسمك بره المعادلة وقفت أنت الوظيفة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها وبتقول إيه أنا هدي الدواء تكرار الدواء ده خلى الوظيفة بتاعة الحركة الأمعاء العادية بتاعة الهضم وحركة الهضم توقف تستنى بقى الدواء اللي هيجي لها من برد عشان كده فيه خطورة من الإفراط في استخدام الملينات والجليسرين بخلاف أنها أو لبوس الجليسرين بخلاف أنها ممكن تعمل رد فعل عكسي في صورة إسهال وبرضه فيه حاجة خطيرة جدا فيه أمهات بيعملوها أنهما بيجيبوا حاجة وغالباً تبقى حاجة حادة يعني يعني حاجة بيعملوا قرطاس أحياناً أحياناً يدخلوا الترمومتر يعصوه كده زيت ويقولوا هندخلوا جواه فتحة الشرج عشان يعمل ده أمر الشديد الخطورة شديد الخطورة لأنه ممكن يسبب جرحي في فتحة الشرج والأخشية المخاطية المحيطة بيه وبرضه فيه خطأ إنه فيه أمهات كده معرفش منين جابوا المعلومة يقولوا إيه لما ابنك يبع عنده إمساك بتلاوي الحاجات دي كده بنلاقيها على الفيسبوك وعلى الجروبات بتاعت الأمهات يقولوا اديوا له مياه غازية يعني أحد أنواع المياه الغازية كده لا ما ينفعش ده بيؤدي إلى الانتفاخ والتقلصات وبتزيد الألم المصاحب للإمساك هنطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم خليكم معنا ورجعنا لحضراتكم مرة جديدة في الجزء الثالث والأخير من حلقتنا النهاردة واللي خصصناها للإجابة على أسئلة حضراتكم السؤال اللي على الدور من جوني هاني بيقول إزاي نعرف أنه الطفل ده زكي بنسبة كام في المية طيب هو السؤال برضو لم يذكر فيه عمر الطفل أو سبب إجراءه لاختبارات الزكاء إذا كانت يعني اتعملت والحقيقة بس السؤال فرصة حلوة لتقديم معلومات عن هذا الموضوع موضوع اختبارات الزكاء والنسب بتاعتها وهكذا مبدئيا الزكاء عند الأطفال مختلف عن الكبار الزكاء عند الأطفال له أشكال مختلفة ووارد أنه يجمع الطفل بين أكتر من نوع في نفس الوقت يعني يبقى الطفل عنده أكتر من نوع من الزكاء عند الأطفال الصغارين يعني بيتقاس الزكاء بطرق مختلفة أو بأنواعه يعني المختلفة أول نوع هو الزكاء الاجتماعي أو العاطفي والزكاء الاجتماعي أو العاطفي معناه أن الطفل يعتاد على الناس بسرعة أنه يتصرف بألفة الطفل ده بيكون عنده تطوير المهارات الاجتماعية أسرع وأوضح من أطفال تانية في نفس عمره والطفل أو الأطفال اللي عندهم الذكاء الاجتماعي ده أو العاطفي ما بيعانوش قوي من قلق الانفصال يعني بيكون قلق الانفصال عندهم أقل وقلق الانفصال ده هو أنه الطفل يشعر بالتوتر الشديد نتيجة غياب الأبوين أو نتيجة غياب الأم تحديدا تاني نوع من أنواع طبعا لفترة محدودة تاني نوع من أنواع الزكاء هو الذكاء المنطقي أو الحسابي ومرة تانية تفسير الزكاء ده عند الأطفال ما لوش علاقة بيه نحن ككباري يعني ما نقول الزكاء الحسابي الموضوع ده ما لوش علاقة مثلا بجدول الضرب أو نحن نقول له كذا في كذا بكام أو كذا على كذا بكام خالص لكن المقصود بالزكاء المنطقي أو الحسابي هو أن الطفل يمنطق الأشياء يستخدم المنطق في الأشياء بمعنى إيه؟ فيه مثلا لعبة شهيرة أوي أبضرب لكم بها مثل يعني لعبة كده بيكون فيها يعني نمازج هي مثلا بيكون فيها نموذج زي الكورة أو الدايرة وفيه نموذج مسلس ونموذج مربع وفيه فراغات فإن الطفل مثلا يحط الحاجات دي في أماكنها خلاص ده اسمه الذكاء المنطقي أو الذكاء الحسابي مش معنى كده أن الطفل ما يعملش كده ما عندوش الزكاء ده بس أنا بضرب مثل يعني لأن اللعبة دي برضو فيه أطفال بيتعاملوا مع الألعاب بمنطق مختلف بس ده المثل اللي حضرني دلوقتي يعني تمام هو بصفة عامة الذكاء اللي له علاقة بمنطقة الأشياء أو أن الطفل يستخدم المنطق يعني تمام الزكاء الشخصي على فكرة برضو الطفل هو صغير بيستخدم المنطق يعني تمام الزكاء الشخصي ده تالت نوع أو ما يعرف بذكاء فهم الزات وده الذكاء الشخصي ده بمعناء معناء التعامل بحسب القدرات يعني هو مثلا الطفل مثلا عارف أنه هو له طول معين وعايز يوصل لحاجة فيقوم يجيب حاجة ويسند عليه مثلا أو أنه هو مثلا يقدر مثلا في حاجة معينة كرة أو حاجة لعبة موجودة مثلا تحت كرسي فيقوم ينزل أو ينزل تحت مثلا في الأرض ويرقد بحيث أنه يقدر يدخل من تحت مثلا كانب مثلا يعني ده اسمه ذكاء فهم القدرات يعني هو فاهم قدراته إيه ويبتدي يعمل تمام النوع اللي بعد كده هو الذكاء اللغوي والذكاء اللغوي مش معناه أن الطفل يتعلم لغات خالص أو معناه أن الطفل تطور لغته الأصلية بشكل أسرع يعني لو الطفل ده بيكلم عربي أو بيكلم لغة إنجليزية أو لغة أخرى يطور لغته الأصلية بشكل أسرع من البقيين وأنه برضو فيه استخدام المرادفات يعني أنه يفهم المعاني ومرادفاتها يعني مثلا لو هو مثلا بيسمع في الكرتون مثلا لغة عربية مثلا ويسمع مننا نفس المعنى عن نفس الشيء بس باللغة العمية فيبقى فاهم اللغات وخاصة بقى إن إحنا عندنا العمية بتاعتنا العمية المصرية بقيت دلوقتي أنواع يعني فيه لغات ومصطلحات جديدة وكذا فكون إن الطفل يفهم كل هذه الأشياء بمرادفاتها ويفهم إن دي ليه علاقة بنفس الشيء واحد يعني شيء واحد بس نعبر عنه بأكتر من مسمى ده اسمه الذكاء اللغوي النوع اللي بعد كده اسمه الذكاء الحركي وده معناه إن الطفل يتطور يعني التطور الحركي عنده أسرع من المعتاد الذكاء الموسيقي هو النوع اللي بعد كده وبرضه ده مش معناه إن الطفل يعزف ولا حاجة لكن قدرته على تمييز الأصوات بتكون أكبر والمسج بينهم يعني تلاقوا الطفل ده لما يسمع مثلا حاجة معينة يربطها يعني مثلا بيسمع موسيقى لبرنامج معين أو لإعلان معين والإعلان ده له علاقة مثلا له علاقة بالأكل فيقوم مثلا يروح مشاور على لما يسمعها موسيقى يروح مشاور على الأكل ده إذا كان موجود عندنا بيشاور مثلا على فكهة أو نوع خضر أنا بضرب لكم مثلا يعني أنتوا فهمين قصدي هو ده فكرة إنه هو بيمزج ما بين الأصوات أو بيمزج ما بين الأصوات وبعضها أو عنده قدرة على تمييزهم الزكاء البصري هو الزكاء اللي فيه الطفل بيعتمد أو بيفهم الأشكال والرسومات يعني حتى بيسموه الذكاء الفراغي يعني إنه هو يفهم إن ده دايرة ويفهم إن ده المسلس ويفهم إن ده الخط المستقيق وهكس عالم النفس الألماني ويليام شتيرن ده كان هو أول من وضع استخدام أو أول من وضع مصطلح اختبارات الزكاء واستخدمه وده كان سنة 1912 وهو مصطلح الاي كيو يعني دايما الناس تقول كلمة اي كيو واي كيو هي مختصر لكلمة انتليجنس كويشن وهو عبارة عن يعني عبارة عن مصطلح الدرجة الكلية هو عبارة عن الدرجة الكلية المشتقة من عدة اختبارات قياسية مصممة لقياس الزكاء الإنسان نسبة بقى الزكاء هو الدرجة يعني نسبة الزكاء ده بنعرفه منين هو الدرجة الناتجة يعني هو القيمة الناتجة من اسمة العمر العقلي للفرد يعني ايه العمر العقلي العمر العقلي ده بنعرفه بنحصل عليه من خلال اجراء اختبارات نسبة الزكاء يعني ما فيه اختبارات نسبة الزكاء لما بنعملها الاطفال الكبار او للناس الكبار نقوم او الكبير يعني اللي هو الناس العادية او الاطفال في سن معين نقوم نطلع بحاجة اسمها العمر العقلي العمر العقلي ده نقسمه على العمر الرقمي للفرد يعني الفرد ده عنده تسع سنين عنده عشر سنين عنده خمسة عشرين سنة عنده كذا فنضرب العمر نقسم العمر العقلي على العمر الرقمي الناتج بندربه في مية بيطلع علينا نتيجة بالمناسبة اتنين ونص في المية فقط من البشر اتنين ونص في المية بس من البشر بيكونوا أعلى من مية وتلاتين يعني نسبة اتنين ونص دي قليل قوي اتنين ونص برضو في المية أقل من سبعين باقية الناس كلها يعني الـ 95 في المية بقى البقين ما بين 85 إلى 115 نقطة ودي برضو مناسبة ان اقول لحضراتكم سريعا جدا انه من 25 إلى 40 يعني لو قيمة طلعت من 25 إلى 40 ده بيبقى حاجة اسمها الزكاء المحدود وده المسمى المهزب يعني لانه في الترجمة سخيفة شوية فهو الزكاء المحدود من 40 إلى 70 أقل من الحد العام من 70 إلى 80 الحد العام للذكاء ولكن في الحدود الأولى من 80 إلى 115 ده مستوى زكاء جيد من 115 إلى 125 ده مستوى زكاء جيد جدا من 125 إلى 135 ده بيكون ما بين الجيد جدا والممتاز من 135 إلى 145 ده درجة الزكاء ممتاز من 145 إلى 165 ده بيبقى عبقري تمام ومن 165 إلى 185 ده بيبقى عبقري بدرجة عالية يعني درجة عالية من العبقرية ومن 185 إلى 200 فأكثر فهو عبقري نادر أنواع الاختبارات عشان برضو إذا صادف يعني وتعاملت تكون حضراتكم عرفينها أو اللي بتتعملها على فكرة هي في نطاق تخصص طب نفس الأطفال عشان تبقوا عارفين يعني التخصص المعني بعمل اختبارات الزكاء بالنسبة للأطفال هو طب نفس الأطفال وفي مراكز كتيرة جدا تابعة للدولة في منشآت صحية يعني عامة يعني حكومية بتعمل اختبارات الزكاء منها اختبارات مثلا اختبار بينت وسيمون وده كان في بداية القرن العشرين بعد كده جي اختبارات تانية أو اختبارات تانية اسمه جيش ألفة وبيتا وده كان في وقت الحرب العالمية الأولى سنة 2014 بعد كده جي ويكسلر ويكسلر ده كان في التلاتينات وقعد فترة يعني في التلاتينات من القرن الماضي يعني وكان مشي فترة فضل فترة طويلة يعتمد يعني وبعدين فيه برضو ستانفرد وبينيه وعلى فكرة فيه من الاختبارات دي مش بتقدم ولا انها بتبوز يعني بس هي فكرة ان في ايه يعني فيه اختبارات سامدة يعني بتتعمل هي من ساعة ما عملت من عشرات السنين وهي موجودة وفيه اختبار اسمه كوفمان وده خاص بصعوبات التعلم أحب أنهي كلامي يعني في الموضوع ده أنه تعريفات الذكاء زمان بقى كانت مختلفة خالص عن الأيام دي وعن العلم وكلام ده كله يعني الإغريق مثلا كانوا بيعتبروا أن الشخص الزكي هو الشخص البارع والعقلاني في تصرفاته الرومان كانوا بيعتبروا أن الشخص الزكي هو الشخص الشجاع وفي الحضارة الصينية القديمة كانوا بيعتبروا أنه الشخص البارع في الشعر والرسم والموسيقى هو الشخص الزكي أما في المجتمعات العربية فالذكي كان زمان يعني هو الذي يحسن التصرف السؤال اللي بعد كده من رؤية مختلفة يعني هو اسم صاحبة الحساب أو صاحب الحساب رؤية مختلفة بتقول ابني بينسى كتير وعنده عدم تركيز ممكن تقول لي فيتامين من فضلك من فضلك أنا اللي كنت أقولك من فضلك الحكاية مش فيتامين بغض النظر عن عدم ذكر عمر الطفل كان المعتاد وده حاجة يعني أنا بقى ناشدكم أنكم تحطوا في السؤال مش معنى كان سؤال يبقى طويل بس حطوا المعلومات الفعالة يا جماعة لازم نقول عمر الطفل لو فيه شكوى معينة نقولها بتفصيل ونقول تاريخها لو الطفل ده راح لدكتور أو لجأنا إلى فحص طبي الفحص طبي ده قال لنا إيه لأن احنا بنكمل بعض يعني إذا كنت يعني إذا كنت بقول لكم معلومة فأنا بقول معلومة بناء على المعلومات المذكورة لأن الطفل مش قدامي طبعا وما لم يتسنى لنا فحصه يعني فلازم طبعا بعيدا عن ذكر عمر الطفل هقول لبقى لحضرتك على فيتامينات مش فيتامين واحد ستي بس الفيتامينات اللي أنا هقولها بقى دي مش فيتامينات أدوية مش فيتامينات في صورة دوائية ولكنها فيتامينات موجودة في مواد غذائية لما هتقدميها لطفلك هيتحسن عنده التركيز بشكل كبير جدا فلحضرتك ولكل الأمهات والأباء اللي عايزين يحلوا مشكلة نقص التركيز عند أولادهم أو عندهم هم شخصيا يسمعوا إني المعلومة دي الأطعامة المساعدة على تحسين التركيز هي كالتالي أشهرها يعني الأسماك الزيتية والأسماك الزيتية دي مصطلح خاص بنوع الأسماك الغني بالأوميجا 3 كل الأنواع الأسماك غنية بالأوميجا 3 ولكن في أسماك غنية قوي ودي بتكون مفيدة قوي في موضوع التركيز أشهر الأنواع السردين والسلمون وسمك الدينيس وسمك التونة برضو من الحاجات اللي بتساعد جدا في التركيز بتحسن جدا التركيز الشوكولاتة الداكنة اللي هي الداركية المادة الغذائية اللي بعديها التوت بكل أنواعه موطوط ده له أنواع خلاص برضو المادة الغذائية اللي بعد كده اللي بتحسن التركيز قوي المكسرات بشكل عام الكاجو، عين الجمل، الفوزدق اللوز، قلبيكان كل دي حاجات غالية جدا لكن الجميل ان من ضمن المكسرات اللي بتحسن الزاكرة جدا الفول السوداني السوداني الجميل ده بتاعنا ده فده بيحسن التركيز جدا فده مهم قوي برضه لأنه من حاجات اللي بتحسن التركيز الحبوب الكاملة بتحسن التركيز قوي دايماً تسمعوا أنتم مصطلح الحبوب الكاملة الحبوب الكاملة يا جماعة هي الحبوب التي تحتوي على أجزاء البزرق التلاتة خلاص اللي هي النخالة يعني هي الأجزاء التلاتة يبقوا موجودين اللي هي النخالة حاجة اسمها النخالة والسويداء والجنين عكس الحبوب المعالجة الحبوب المعالجة بتحتوي على السوائداء فقط فببقاش فيها التلات الحبوب الكاملة الشائعة إيه؟ الحبوب الكاملة دي برضو عالم بس الحبوب الكاملة الشائعة إيه؟ الأمح والرز الأصمر مش الرز الأبيض والشعير والدرة والشفان والبرغل دي الحبوب الكاملة الشائعة لكن فيه كمان حاجة اسمها الحبوب الكاملة الثانوية يعني دي حاجات تانية وفيه حاجة اسمها الحبوب الكاملة الكاذبة منها الكينوة مثلا يعني دي حاجة معلومة يا نرجع تاني بقى أفكركم بالأغذية اللي بتحسن التركيز اللي احنا قلناها قلنا أنهما الأسماك الزيتية وقلنا أنواعها الشوكولاتة الداكنة التوت بأنواعه المكسرات ومن ضمنها الفول السوداني الحبوب الكاملة وأخيرا البيض والبروكلي ومن جديد عايز أقول للحضراتكم يعني رجاء لأن هي صاحبة السؤال وصاحب سؤال رؤية مختلفة قال أنه ابني ما بيركسش وبينسى وحاجات كده رجاء عدم إطلاق الأحكام أو المسميات المرضية على أطفالنا بعيدا عن التقييم الدراسي آخر حاجة عايز أقولها النهاردة سؤال بيقول ممكن أعرف أضرار ويعني حاجة معينة إحنا يعني غطناها لأنه هو كتبة لإسم التجاري هي بتتكلم على النودلز اللي هي بتتبعت الوقت في كل حتة في الأكشاك وفي المحلات وكده اللي هي اللي تتحط اللي تبع لزق في بعضها دي اللي عاملة زي الشعرية دي هذا النوع من الطعام بشكل عام بغض النظر عن اسمه خلينا نقول إنه هو الشعرية اللي بتبقى لزق في بعضها اللي هي سريعة التحضير تمام وبتبقى بنكهات مختلفة وفي أوقات كتيرة بيبقى معاها كيس داخلي كمان خاص بالتوابل ونكهات بتاعتها أنا عايز أقول لكم دلوقتي الأضرار بقى بتاعتها تمام الموضوع ده منتشر يعني النوع ده من الغذاء منتشر في بلاد كتيرة جدا من العالم بس العلم بيؤكد لنا أضراره يعني أضرار النوع ده من الغذاء أول الأضرار نقص العناصر الغذائية المهمة زي البروتينات والمعادن والألياف الطبيعية في خطورة برضو اللي فيها مواد حفظة كتير إن كهات الصناعية دي خطر على الكبد والكلة ونخاع العزام بتؤدي لارتفاع ضغط الدم واضطراب وظائف الكلى لكثرة محتوى السوديوم فيها ومدة الجلوتاميت وحادي السوديوم اللي موجودة فيها برضو بتسبب ضعف الزاكرة ونقص التركيز خلوا بالك وقال إن ده غذاء شائع جدا عند طلبة المدارس تمام؟ وبتعمل برضو النوع ده من الغذاء يعني بيعمل مشاكل في الهضم وبيعمل صداع وبيرفع الكوليستيرول الدار في الدم وبيأثر على وظائف الكبد عن طريق المادة اللاصقة اللي بتلزق بقى الحاجات دي في بعضها وطبعا بتؤدي إلى زيادة الوزن عند الأطفال الأكلة دي اخترعت على فكرة في اليابان لكن ازدهرت وانتشرت بشكل كبير جدا في أندونيسيا ولكن الغريب إن أكبر مصنعيها ومصدريها في الوقت الحالي لأماكن كتيرة من العالم هي دولة نيجيريا فأنا بنصحكم وأرجوكم انسوا وعوا أطفالكم تجاه المخاطر الخاصة بهذا النوع من الأطعمة خلصت حلقتنا النهاردة ويا رب تكونوا استفدتوا منها وإن شاء الله نتقابل الأسبوع الجاي وحلقة جديدة سلام عليكم